خلف أضواء الاحتفالات وصخ بالتصريحات السياسية تشخص بقع سوداء توشك أن تنسى أو يراد لها ذلك المعتقلون في العراق الغائبون عن ملفات الحكومة والبرلمان الحاضرون في وجدان ذويهم وفي تقارير المنظمات الدولية أو وسائل الإعلام متى سنحت لها الفرصة في خضم تعتيم وتضليل يمارس على آلاف المغيبين في السجون العراق وكالة الاسوشييتد بريس كشفت عن وجود نحو 28 ألف معتقل في العراق منهم 19 ألفا متهمون بالتهمة المألوفة في العراق العلاقة بالإرهاب فيما لا يعلم أحد مكان أو عدد آلاف آخرين يتوزعون على جهات أخرى كميليشيا الحشد والشرطة والمخابرات وقوات البشمرقة وقد لا تأخذ جدلية العدد نفسه الذي بات مجهولا بسبب كثرة حملة الاعتقال وتعدد الجهات المعتقلة فحتى رئيس الحكومة حيدر العبادي لا يعرف العدد الحقيقي للمحتجزين وفق مكتب هيومن رايتس ووتش في العراق وبحسب الاسوشييتد بريس فإن ثلاثة ألف معتقل يواجهون الإعدام بعد محاكمة لا تزيد مدتها عن ثلاثين دقيقة في سيناريو يعيد إلى الأذهان ممارسات محاكم التفتيش أو معسكرات نازية لسيما وأن السلطات الحكومية تبدو ملعة بحفلات الإعدام الجماعية كالتي جرت قبل ستة أشهر في الناصرية كما لو أنها تطبيق لدعوة حيدر العبادي المتكررة بالإسراع في إصدار أحكام الإعدام على المتهمين بما يسمى الإرهاب والتهمة بالإرهاب ذاتها عدتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش مكمن الخطر فالقانون الذي يحاكم وفقه المعتقلون تكون التهم فيه فطفاضة إلى درجة كبيرة بدلالة الأعداد الكبيرة للمحكمين بالإعدام وبين ألاف المغيبين المنتظرين لمصير مجهول بيد قاض هو الخصم والجلاد في آن واحد تكشف نظرة بسيطة إلى تلك الزنازين حقيقة الديمقراطية المزعومة في العراق الجديد